أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون من أراد أن يعلم حقيقة الدنيا فليتأمل في تلك الآيات فالدنيا ما هي إلا ميدان للتنافس فلماذا حصر معظمنا التنافس على المال والنساء والدرجات العلمية والمناصب الدنيوية والشهرة الكاذبة تخيل معي أخي الكريم لو بذلنا ذاك المجهود في رضوان الله فقمنا بتربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة أو تدارسنا الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو اجتهدنا في الطاعات بوجه عام وقمنا بأداء الصلاة على الوجه الأكمل وأعطينا زكاة أموالنا إلى مستحقيها على الوجه الأكمل ونصرنا المظلوم ودعونا الآخرين إلى الإسلام في أي الدرجات سنكون كم سنة تأمل أن تعيش في هذه الدنيا ستون سبعون ثمانون ما رأيك في مئة ثم أين سنكون بعد مئة عام سنكون في التراب نحاسب على ما اقترفنا بينما أبناؤنا وأحفادنا يتنعمون فهل سيحملون عنا بعضا من أوزارنا هل سيتحملون عنا بعض العذاب لا وألف لا كم من إنسان كان في الدنيا يشار إليه بالبنان يعرفه الجميع ويتمنى الجميع القرب منه هو عند الله أقل من جناح بعوضة وكم من إنسان بسيط لا يكاد يعرفه أحد هو عند الله بمنزلة عالية ودرجة رفيعة دعونا نتأمل جيدا في كل ذلك ثم دعونا نتغير ونعمل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون كلا الفريقين متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم عند الله فأصحاب الجنة المتبعون لرضوان الله متفاوتون في الدرجات والرتب والمنازل ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماوات والأرض وكلنا نعلم أن أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى قال الله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فلا يستوي أبو بكر الصديق وباقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبماذا سبقهم سبقهم بإيمانه وبأعماله الصالحة وبحسن صحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النقيد أصحاب النار المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في الدركات إلى أسفل سافرين كل على حسب عمله وتفانيه واجتهاده فيما يسخط الله قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وبكده نكون عرفنا الفرق بين الدرجات والدركات الدرجات تكون إلى أعلى في الجنة والدركات تكون إلى أسفل في جهنم ولماذا خص الحق سبحانه وتعالى ذكر الدرجات دون الدركات ذكرها من باب التغليب يعني إيه تغليب؟ يعني من باب تغليب الأخيار على الأشرار والله بصير بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء صغير أو كبير ظاهر أو خفي ووكل الله سبحانه وتعالى من الملائكة الأمناء الكرام أن يكتبوا كل صغيرة وكبيرة وأن يحفظوها لعباده ليطلعوا عليها في يوم الحساب وفي تلك الآية الكريمة رد على طائفة ضالة مبتدعة تسمى المرجئة الذين يدعون ظلما أن الإيمان ما هو إلا كلمة تقال وأن إبليس كجبريل وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا أن نسأل الفردوس الأعلى جزاكم الله خيرا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون